يشكل الشعر جزءا من إطلالة أي شخص يوليه عناية كبرى ويقف ساعات أمام المرأة أو يتوجه إلى مصفف الشعر إلا أن تساقط الشعر قد يمثل مشكلة طال الرجال والنساء على السواء من المؤكد أنها واحدة من أكثر المشاكل المعتادة التي قد تواجهنا كل فترات عمرنا تقريبا مشكلة الحفاظ على شعورنا صحية وغنية ولامعة وجميلة خاصة لدى النساء التي يعتبرنا الشعر جزءا هاما لا يتجزأ من جمالهن الكل والعناية بجماله وشكله من أساسيات خطوات إبراز الجمال فما هي أسباب التساقط وهل من علاجات حديثة حول هذا الموضوع سينضم إلينا في الاستوديو الدكتور ماهر صالح اختصاص جد وتجميل أهلا وسهلا بك دكتور أهلا بك دكتور طبعا مشاكل تساقط الشعر أسبابها جدا كثيرة ولكن نظرا لاختلاف حياتنا عن زمان كانت زمان الأكل صحي الحياة نفسها صحية اختلفت دي حين الحياة يقع الحياة سريع نوعا ما أكلنا صار ماهو صحي فما هي الأسباب اللي تؤدي إلى تساقط الشعر طبعا زي ما حدرتك قلتي تساقط الشعر مشكلة عند الجميع سواء الرجال أو السيدات أسبابها الرئيسية طبعا ما بين تساقط الشعر الوراثي وده المشهور عند الرجال بالصالح الوراثي والأسباب الأخرى اللي هو أسباب تساقط الشعر المؤقتا بسبب السترس أو الضغوط أو بسبب الأكل غير صحي ده الجزء الثاني أو السبب الثاني اللي تساقط الشعر أولا بالنسبة للنوع الوراثي طبعا الجينات بتلعب دور كبير فيه والوراثة طبعا احنا شوية بنعتقد أنها بس من الأب أو من الأم لأن الموضوع بيمتدل أي حد من العائلة بالتالي التعامل مع المشكلة لازم تكون من البداية من بدري قوي ونبدأ في علاج الشعر من بدري قوي لأن تساقط الشعر الوراثي بيبدأ في سن مبكر علاجات الشعر حديثا اتطورت جدا ما بقاش الموضوع مجرد الاعتماد على العلاجات اللي في الصالونات أو الفيتامينات أو الحاجات المعتادة اللي احنا متعودين عليها دلوقتي يبقى فيه علاجات أحدث ومتطورة أكتر احنا حاليا عندنا دلوقتي في عيادتنا بنستخدم أكتر من وسيلة عندنا حاجة مثلا زي حقن البلازما حقن البلازما دلوقتي بقى من العلاجات المعروفة لكن التطور الجديد فيها دلوقتي أنه بقى فيه حاجة احنا بنسميها البلازما ذات التركيز العالي تمام وده بيتم عن طريق تحضيرها في كيتس معينة بتدينا تركيز عالي قوي من الصفايحة الدموية داخل البلازما وده بيخليها تأثيرها الدوية أو تأثيرها علاجة أقوى نعم دكتور خلينا نتكلم على مشكلة دائما تصادف الكثيرين مشكلة لما يحس الواحد شعر بدأ يتساقف بدأ يصير أخف تتنوى عنده العلاجات يروح الصيدلية مو عارف اش ياخد ياخد من هنا ومن هنا يروح مش عارف شو خلطات بيرجع بيحط بيقول أنا بدي أستخدم علاج البلازمة للشعر تختلف ويتشكل الواحد بين مئة علاج فكيف الواحد يوصل إلى العلاج المناسب لشعره لأنه مو كل حالة لها علاج مناسب خاص فيها مثلا زي ما ذكرت الصلاع الوراثي له علاج خاص فيه مثلا الناس اللي بيكونوا تساقطة شعر نتيجة مثلا زي السيدات بيستخدم ومستحضرات التجميل الصبغات هذه كلها لها علاج آخر أول خطوة صحيحة علشان نعالج الشعر أن احنا نعرف سبب التساقط وده مش هيعرفه غير المختص الطبيب المختص يعني نحاول دايما أن احنا نلجأ لأصحاب الخبرة واللي يقدر يحدد لنا السبب علشان نقدر نعالج العلاج المزبوط زي ما حقيتك قلت الصيدليات فيها حاجات كتير وممكن في حاجات صحيح مسموح أنها تتباع زي ما بنسميها OTC أو On the Counter لكن العلاج الصحيح والعلاج المزبوط اللي نقدر نعتمد عليه ما حدش هيفيدنا في ده غير الشخص المختص فلذلك أول نصيحة هنصحها أن احنا نلجأ للشخص أو الجهة اللي تفهم كويس في المشكلات تمام تاني حاجة أنه في بعض الناس بتروج لحاجات ممكن تفيد في شكل الشعر تديها لمعة أو نتيجة مؤقتة أو يعتبر علاج مؤقت أو ما هوش حاجة بتعالج من الجزور لازم نهتم بأن العلاج يكون علاج يهتم بالشعر من جزورها لأنه جزور الشعر لو تعالجت صح وخدت العلاج والغيزة المزبوط الشعر نفسها تطلع شكلها جويس وصحية وحيوقف التساقط نعم طيب دكتور فيه أسباب تؤدي إلى تساقط الشعر غير جزا ما يقولوا العوامل الخارجية هناك عوامل داخلية زي مثلا اختلال الهرمونات زي مثلا مشكلة بالغدة الدرقية تؤدي إلى تساقط الشعر فكيف يكون العلاج لها يعني كستيب بايستيب أو كخطوات طبعا فيه مشاكل طبية كتير وأمراض كتير ممكن تكون مصحوبة تساقط في الشعر ومن أشهرها مشاكل الغدة الدرقية لأنها منتشرة جدا في المجتمعنا المشكلة الغدة الدرقية من أهم المشاكل لكن فيه حاجات تانية كمان ممكن تؤدي إلى تساقط الشعر منها بعض الأدوية ومنها أدوية حب الشباب فيه منها دواء ممكن يؤدي إلى تساقط الشعر لكن أهم حاجة أن احنا نعالج المشكلة الطبية دي سواء الغدة الدرقية أو أي مشكلة طبية أخرى نعالجها مظبوط علشان تساقط الشعر يتوقف وكمان العلاجات المساعدة لتساقط الشعر زي ما قلت رحلتك زي البلازمة ودلوقتي فيه كمان الهرسل اكتيفاشن ده علاج جديد جدا ومتطور جدا بدي نتاج بي يعني اختلفت العلاجات الحديثة ولا بد يعني الذهاب إلى الطبيب حتى يعطينا خطة العلاج المناسبة أهم شيء الذهاب للطبيب المناسب أو الأخصائي علشان يدينا نصيحة مصبوطة نعم كان معنا الدكتور ماهر صالح شكرا جزيلا لك لكل المعلومات اللي أفدتنا بيها